حرس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ على الاتمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطط الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة كما تفقد مدبولي ومرافقه عمل التطوير التي شهدتها المستشفى بأقسام التوارئ والرعيات المركزة والعمليات والقسطارة وكذلك اطمأن على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وشدد رئيس الوزراء على ضرورته تواجد فرق طبية على أعلى مستوى من الكفاءة في حالة استعداد دائم للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الأخرى للوفود المشاركة بالمؤتمر ليتم تقديم الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات